مع الشثري سننهل من وصايا ضمخة بأنوار السماء تهاتت للورى مثل الهدايا موشحة بأذواب البهاء بهالشثري يبين للبغايا وينصح للأحيان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم أحبة الأعزاء المشاهدين الكرام وأحييكم بالتحية العظمى تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبمناسبة الحديث عن السلام وذكر أخوة الأعزاء بأن يربطوا حياتهم بتلك الشعائر الإسلامية التي يكون لها أثرها في حياة مجتمعاتنا فإن إلقاء تحية السلام فيما بيننا يكون لها أثرها العظيم في ارتباط نفوسنا بالله تعالى وبدينه ويجعلنا نتذكر طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إلقاء التحية ومن هذا المنطلق أذكروا إخواني بأن يجعلوا هذا السلام شعارا لهم في سائر حياتهم فإذا كان الإنسان عند دخوله البيت يؤمر بأن يلقي تحية السلام إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ويستشعر الإنسان الأجور العظيمة المرتبة على إلقاء السلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في الهجرة النبوية نادى في الأمة ذلكم النداء العظيم أيها الناس أفشوا السلام فبدأ بأمرهم بإفشاء السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام وقد أمر الله عز وجل المؤمنين برد التحية بما هو أفضل منها كما قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا ومن هذا المنطلق علينا أن نعود أنفسنا إلقاء هذه التحية الطيبة هكذا أيضا علينا أن نحافظ في ألفاظنا على الطرائق الشرعية الإسلامية في طريقة الكلام يختار لإنسان الألفاظ الجميلة الطيبة التي تتناسب مع المقام كما قال تعالى وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِي أَحْسَنِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ وهكذا يبتعد الإنسان عن الألفاظ المحتملة التي قد تفسر بتفسيرات غير مناسبة ولذا قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اِنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ فقوله جل وعلا لا تقول راعنا لأن هذه الكلمة يحتمل أن يراد بها الرعونة التي هي الضعف ومن الأمور المتعلقة بهذا الباب أن الإنسان ينبغي به أن لا يخاطب الناس إلا بما يتعلق بهم وبالتالي يحفظ الإنسان لسانه من الحديث في الآخرين فلا يناقش مع الآخرين إلا ما يتعلق بأعمالهم ومما أؤكد عليه في هذا الباب أن يكون الإنسان حريصا على الدعوة إلى الخير والترغيب في الأعمال الصالحة سواء كانت تلك الأعمال من العبادات المحضة أو مما يتعلق بتصرفات الناس في حياتهم عندما تجلس مع أحد من الناس فعليك أن تشغل ذلك المجلس بما يعود عليك وعلى من حولك بالنفع سواء كان في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية يعني بدل أن يجلس الناس ويتكلموا في أمور سياسية لا علاقة لهم بها ولا أثر لهم فيها وليس لهم أي دور يتعلق بها فعليهم أن يتكلموا بأمر ينتفعون به من أمور التجارة التي يشتركون فيها أو أمور العبادة التي يؤدونها ليكون هذا من أسباب شغل مجازسهم بحديث يعود عليهم بالنفع والصلاحة إن من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يعود الآخرين عليها أن تكون مجالسنا مجالس دعوة وتذكير وترغيب في الخير وبالتالي إذا جلست يا أخ العزيز في مجلس فعليك أن تسعى إلى تذكير أصحاب ذلك المجلس بما يحببهم إلى الله ويحبب الله فيهم حتى تكون حينئذ من الدعاة الذين يدعون إلى الله فتدخل في قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وتكون بذلك ممتثلا لقول الله تعالى أدعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فهذه الدعوة وهذه النصيحة تنال بها الأجر وأعلم بأن بذل النصيحة لا يلزم أن يكون على هيئة خطبة تبدأ بالحمد وتنتهي بالصلاة ولا يلزم أن يكون أسلوبك في هذه الموعظة أسلوب التهديد والوعيد أو الأمر والنهي المجرد فمرات قد تورد المعلومة على سبيل الخبر ومرات تورد حديثا نبويا أو آية قرآنية تقول سمعت في الإذاعة الشيخ فلان يفسر قوله تعالى ففسر الآية بكذا وكذا أو تقول سمعت في الإذاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم وتورد الحديث أو تفيدهم بما يعود عليهم بالنفع ومن الأمور التي تتعلق بهذا الجانب أن يسعى الإنسان في حديثه مع الآخرين أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر ليكون ذلك من أسباب تسجيل الإنسان للحسنات الكثيرة في صحائفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الجانب أن يسعى الإنسان في كلامه أن يكون مراعيا لشعور الآخرين لا يجرحهم بالكلمات البذيئة أو الكلمات الجارحة وعليه أن يترفق معهم وأن يلين الجانب معهم انظر لوصية الله عز وجل لنبيه الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فهذه توجيهات إلهية واضحة فيما يتعلق باستعمال هذه الجارحة جارحة اللسان بما يعود بالخير على الآخرين كم من إنسان صلحت أحواله بكلمة سمعها من غيره ذاك عنده مشاكل مالية فتوجهت له نصيحة تصحح مساره والآخر عنده مشكلة نفسية فوجد من يعزيه في مصابه فانطلق بعد ذلك ليكون عامل خير وسبب هداية لمجتمعه ومن ثم لا تحقرن كلمة تخرجها من فمك يكون لها الأثر الحميد على مجتمعك بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلكم الله هداتا مهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وراء مثل الهدايا موشحة بأذواب البهائي بهالشثري يبين للبغايا وينصح للأحبة في إخاري قضايا أو هموم أو حكايا بهاتب يا نداء أو دوائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر